وفي إطار أيضاً متابعتنا المستمرة لمبادرة حياة كريمة في كل المحافظات أجرنا زميلة محمد أبو عيطة لقاء مع عمر أبو زيد أحد أهالي قرية قفر الشيخ ضمن أو قفر الشبع ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنوفية نتابع نعم إذن من هنا من قرية قفر الشبع بمركز الشهداء هذه القرية تابعة للوحدة المحلية لقرية دراجيل وهي تضم حوالي خمسين ألف نسمة في مجملها طبعاً هذا المركز مركز الشهداء هو الآخر يضم حوالي أو أكثر من ثلاثمائة وثمانين ألف نسمة وبالتالي فإن خدمات حياة كريمة التي بدأت بالفعل في الدخول إلى كامل أرجاء ونجوع والقرى الفرعية والصغيرة المتفرعة في جميع أرجاءه بدأت بالفعل تغير من حياة المواطنين الذين يقيمون في داخل كل هذه القرى لدينا الآن واحد من أهالي القرية وهو ضيفنا هو الأستاذ عمر أبو زيد وهو يقتم بهذه القرية قرية قفر الشبع وهو يحدثنا الآن ونحن هنا في هذه الوحدة الصحية التي جرى العمل على تطويرها وإعادة رفع كفائتها ليتم افتتاحها من جديد خلال فترة مقبلة لتقدم خدمتها للأهالي برحب بحضرتك أستاذ عمر أولاً وأولاً لو حرجت تحدثنا عن هذه الوحدة الصحية بشكل خاص أدي حرج شايف أن الوحدة الصحية هنا بتخدم أو كانت مهمة لقرية الأهالي قرية كفر الشبع طبعاً الوحدة الصحية مهمة جداً بالنسبة لقرية كفر الشبع لأن التطعيمات كل الخدمات الأسرية كل الخدمات يعني فيها أسنان فيها عيادات للأسرة طبعاً التطوير إن شاء الله هيبقى حاجة جميلة جداً علشان طبعاً هيبقى فيها هتتطور لدرجة إن هي هتبقى تواكب المشروع الجديد بتاع تأمين الصح الشامل فإن شاء الله إحنا بنعمل تكون حاجة إن شاء الله يعني طليق بالمبادرة بتاعت حياة كريمة إن شاء الله بإذن الله مبادرة حياة كريمة جات كان حلم ما كانش حد يتوقع إن كمية الخدمات دي كلها تحصل في وقت قصير جداً ما كانش حد متخيل ده كله يعني بسم الله مشاء الله يعني إحنا بنتكلم في صرف في غاز في تطوير منظومة صحة تطوير طرق تطوير قرية من جوة نفسها الكهرباء بتاعتها مياه الشرب إحنا كنا بنحلم بملعب ما كانش عندنا ملعب كان عندنا أي مركز شباب مركز شباب كان عندنا مركز شباب 50 متر أو 40 متر دلوقتي ما شاء الله عندنا مركز شباب مطور عندنا ملعب خماسي هيبقى إن شاء الله بإذن الله يعني حاجة جميلة جداً كنا بنحلم إن نحن الحاجات دي كلها تيجي مشاهدين هذه كانت صورة من هنا من واحدة من أهم القرى في مركز الشهداء والتابع لها هي هذا التابع لقدر اتحدث منه قرية كفر الشبع وهي تابعة لقرية دراجيل شكراً لكم